اشتركوا في القناة وزارة خارجيات البراجوي المفاجئوا اعادة سفارتها الى تل ابيب عده محللون ضربة قاسية لسياسة اسرائيل للحصول على اعتراف دولي بالقدس المحتلة عاصمة لها انه حرج سياسي لاسرائيل فبينما تحاول اقناع المزيد من الدول بنقل سفارتها الى القدس اعلنت البراجوي تراجعها عن قرار نقلها السفارة الى هناك وفي رد على خطوة البراجوي التي وصفها مراقبون بالفضيحة اوعز نتنياهو لوزارة خارجيته باقفال السفارة الاسرائيلية في البراجوي واستدعاء السفير الاسرائيلي هناك لاجراء مشاورات معه ليس هناك طريقة اخرى لتسمية هذا الامر سوى فضيحة ديبلوماسية وبعد القرار كل ما بقي لاسرائيل هو تنفيس الضغط عبر اصدار بيان بان نتنياهو امر باعادة السفير من البراجوي لاجراء مشاورات معه قرار البراجوي اغلاق سفارتها في القدس المحتلة عده معلقون صفعة شخصية لنتنياهو الذي يضع كل ثقله الدولي من اجل هذا الهدف حيث وعد عشرات المرات بنقل المزيد من الدول سفارتها الى القدس وعد عمل بمنح عكسي وفقا للمعلقين الذين اشاروا الى انه الان ليس فقط لا تأتي دول جديدة الى القدس بل ان هناك من يغادرها انها اشارة برتقالية تومد من امريكا اللاتينية من الجدير فحصها اشتركوا في القدس